اشتركوا في القناة 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 والروح للإمام من زرفة شي يعني بقت يعني هاي فتشي ترى هم يخفف عن هموم الحياة وهموم الدنيا وهموم كل هاي الظروف اللي مرينا به تجدين انه وهاي اعتقد يعني حتى اكو هاي قسم من الاختصاصات قاموا ياخذون يعني نفس طريقتنا هم دايسوون تجمعات ودايسو تقول خريجين زين اسأل أستاذ كريم ايضا انتي شرتي بالبداية انه تدرسين اي تدريسية بالاكاديمية لا لا انا كل يد جلة كل يد جلة طيب تشوفينه هواية مشاكل شباب او التصرفات وطبع الشباب هسه بهذا الجيل الفرق بين جيلكم وايضا هذا الجيل شون تشوفين انا اذا جئتي للحقيقة انا اقول ما اكو فرق بين جيلنا القبل وهسه الجيل بس كل ما هناك صارت اختلافات بطريقة الاداء يعني انا هسه من جنة قبل جنة انا اذا ردت احضر درسي او ردت انقل فد معلومة انقلها من خلال كتاب اقرأ من خلال معرض شفته هنا جماعتنا لا اكو هسه انفتحت عليهم هاي الانترنت والمواقع التواصل الاجتماعي كل هاي الاشياء شوية يعني حدت من طريقة تفكيرهم والعمالتهم والبحث عن المنجز الجيد يعني انا هسه ده ادرسهم مثلا شغلات بالفن تخص الفن مثلا تخطيط تخطيط والوان فهم ما اكو اختلاف لان هم شباب عند عقل عند وعي عند احساس لكن طريقة الاداء تختلف احنا جنة يعني شون اقول للسجادة ونحوكها بيدنا هم لا موجود كل شي على الحاضر وما دانسون شي يعني حاضر الخضول بالبحث اها ما عدتهم هاي الخلق ما عدتهم هاي الخلق كله سرعة 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 ويضحكونوا يتونسون وضاربين الأشياء زل يقرون ماكو قراءة ماكو قراءة ماكو قراءة بس انا قلتش ادفعهم اقدمهم غير أشياء بدان ما يقرأ يتعلم المعلومة مو من خلال الضرع من هواي اشياء انا سويها بس بحيث يعني هسه هم لا انضباط تقريب هسه صار تقريب عندي ثمانين بالمئة انضباطة من الطلب وفتشي فرح حمي فرح يعني انتي من الزرعين تحصدين بس تزرعين شلون الارض لازم تكون خصبة وبذور مالت جيدة وغياء الظروف كلها وقليش شمس وميو هاي هي يعني شون اقول لك يعني الاجواء اللي تخلق عندك هذا الجيل الناضج لازم انتي هم توفري لي على الاقل اشياء تقدر تفيده يصير عنده واهس صح فهذا اقول لك يعني ما اكوه ما اكو اختلاف يعني انا ضد انه اكو جيل يختلف على الآن اقول الجيل ما يختلف هو نفسه لكن يعني متطلبات الحياة اختلفت يعني احنا قمنا نلقى اشياء كلش بسيطة بس مو بكل مو صعوبة انه احنا نلقى فلوس حتى نحصل على هاي الاشياء الموجودة صح زين ست آسي شنو رأيش انتي بنفس الموضوع عندش رأي ثاني لوت اي عندي رأي ثاني احنا اختصاصنا يختلف عن اختصاصهم يعني اختصاصهم ما يحتاج شهرة ونجومية ولا يحتاج عملهم انفرادي يشتغل الواحد الحالة احنا عملنا جماعي اذا مو الكاست كله جيد متكامل ما يطلع العمل متكامل يعني من مؤلف الى مخرج الى ممثل بسيط الى النجم شي يكمل شي والمصور والاضاءة وش يكمل شي طبعا عمل جماعي عملنا هم عملهم يعني انفرادي نحات رسام خزاف يقعد واحدة يكمل تحفته ويطلع مع الاسف الان يعني مو الكل لكن اقدر اقول لش اغلب الجهات المنتجة تعتمد اللي عنده مشاهدة على السوشيال ميديا بغض النظر عن موهبته هذه الاشياء تسقط العمل يعني والله عند هل قد متابعين هاي عند هل قد متابعين ايه والموهبة وين الموهبة صح يعني شيرج ينطيني هذا باشر عقب على الشاشة يعني انت متخاف على عملك زالاني ممثلة امامي ممثلة او ممثلة مو ذي شي الامكانية والله عندها مشاهدين ومتابعين صحبات يعني شير لذا زيان ايه زيان انا اشكت لازم امتلك من الخبرة والسيطرة والقدرة حتى اقدر اشتغل انفرادي لانه المقابلي اثر علي شئت ام ابيت ممثلة ضعيفي هبطني صح لازم عندي تشي قدرة كبيرة من الحنكة حتى اقدر اعزل ادائي عن ادائه ما هو بناء يعني المشهد بناء اذا تمثل لمني انا شون اسلمك انت تبنيلي بداخلي حتى انا انطيك اذا او ضعيفة او ضعيفة ايه كل شي نعاني منها احنا كل شي نعاني منها يعني مستسهنين التمثيل وهذه التمثيل ملكة من رب العالمين هي موهبة من رب العالمين هذا يجي للدنيا يصير ممثل التمثيل مو دراسة مو تعلم هو عند الموهبة لكن يصقلها بالدراسة يشد بها مثل المنحوتة تشد بها طلعين جمالها مثل القطعة المعدن النفيس ذبين منه الغبار التراب الزنجة يطلع بسوا بالاصل جوا شكوا اكوا موهبة اذا بعضهم ما نقول كلهم بعضهم ما عندهم موهبة ايش يطلعين منه اذا تأثير القراءة تأثير القراءة على انجاز العمل او قراءة القصص او الكتب ملاعظة الموهبة بالدرجة الاولى اذا ما كانت موهبة لهم مئة سنة يدرسون ميسر ومسرين موهبة لازم اكو شي اكو بذرة جوة مثل ما قال السيد كريمة اكو بذرة جوة انت تنميها اذا ما اكو بذرة سين اذا موجودة هذه الملكة ملكة التمثيل لكن هو فارغ ما عنده ثقافة يأثر لا شوفي مو ثقافة الكتب والقراءة لازم يدرس حتى يتعلم صوت القاة يتعلم شون يتحرك يتعلم شون يلقي يتعلم شون يخذ النفس يتعلم شون يخزن ويستحضر هذا الشكل بس ما نروح والمعاد يتعلم تمثيل مستحيل مستحيل فاني يعني انصح الاندة موهبة انه يسقلها بالدراسة دورات ما التمثيل مو شرط روح يدخل يدرس بشكل اكاديمي خلي يدخل دورات تمثيل يعرف آلية الشغل وشلونها يعرف آلية التعامل مع الكلمة مع المفردة مع الحس مع الموقف كيفية استخدام هاي الطبقة لهكذا موقف هاي الطبقة لهكذا موقف يتعلم شون كنتي لتحضرين إذا رجعنا شوية للبدايات ست آسيا العمل أو دور جديد عندك السيناريو ده تقريه نفسيا شون تتهيئين أخاف 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 فأول مشاهدة أبداً ما أستمتع بالعمل أكون مجدودة موترة وألوم ألوم لا لو هيتش ما أدي المشهد لا لغاية يلاقيت هالشكل لا لو هذا المشهد بهذا الحساس ما سويته حرامات أتمنى أعيده ثاني مشاهدة ممكن أسترخي مرة ما أشوف ردول الفعل أجي أقعد شو فيه بمتعة أستمتع ومع ذلك مو راضية بحياتي مرضيت على أداء تحسين بالتقصير دائماً؟ أحس بالتقصير ما عنده رباب رجعنا الرباب رباب بالداكرة محطة كبيرة بحياتي زين أرجع سيدة كريمة أنا نصيحة أريد تقدميها اليوم للشباب للشباب عموماً ولطلاب حضرتش بالخصوص شو تقدمي لهم نصيحة؟ والله يباعي النصيحة اللي أقدمها لهم إنهم يشتغلون بوعي يعني أنا هسا شايفة أكو شباب كلش كثير يجون للنقابة مثلاً أكو فرقة استعراف شو فيهم جداً متحمسين جداً يردون يقدمون شي جداً يعني كل شو مكلفين نفسهم يعني بحيث أنت تظلين صافنا شون تتعاملين ويام هذا حتى دورات يشعر روحة أنه هو أحسن منك يعني بحيث أنت ذا ردت تنصحينه ما تعرفين شون ردت فعله فتخافين من عنده أنه أنت مثلاً تنصحين وأنا عندي طريقة بالنصيحة يعني أستعمل كوميديا دائماً شوية التصنيف على الجر اللي حتشاية على أذب حتشاية على أشياء قبل فشوية شوية أكسبهم عندنا طالب مشاغب مثلاً هذا دائماً أنا كلش صارت غريبة علي غريبة علي وأشياء قوية وأضع إلى أن جبته بعث قام يشتغل شو ما ينجز أي فهي النصيحة شو؟ النصيحة أنه يعني هم أول شي يشتغلون على نفسهم يعني حتى أنا لما أقول لهم أكو شغلات مثلاً أقول لهم هسا إحنا بزماننا كل شي ما كان أكو يعني أنا هسا ليش؟ يعني ماجستير أنا ماجستير خلصت أنا ما أعرف أستعمل الآيباد الحاسب أنا ما أعرف أستعملها بحيث عانيت معاناة أنا كتبت ما يقارب بالأربع تالاف صفحة بإيدي ولحد الآن محتفظة بيها هالقد ورق هاي إيدي انتهت من الكتابة بينما أكو ناس يعني الشهادة ما لا تأخذوها كلها موجود متاح يعني يدخل على الأنترنت وشي عجبة يطلع ويغلل يعني لا هذي أنا شون هزاي لرب ضارة نافعة يعني أنا هاي مضارة تخلتني أقرى كتب كوم تعلم خط إيدي أتقوى خط إيدي قراءتي قمت أحب القراءة يعني شوفين حتى الكتب هس أنا عدي مكتبة تقريباً بحدود عدي ثمانمائة كتاب بحيث بالبيت يقولوا لا يعني حس بسعادة مو طبيعية لأن أشوف الكتب مصفطات يعني عبالك أتباه أنا أتباه أنه أنا عدي بكتبة هذا الشعور إذا ما موجود عد شباب له ما يسوي شيء بحياتهم لهذا أقول لهم أقول لهم أكو شباب لا يقرأ تشوفين أربع خمس كتب بإيدة تشوفين رايح يحضر مسرحية يحضر السمفونية يعني هذا الشيء حلو جميل فالنصيحة أنه أنا أنصح شبابنا أنه هم يعني لا يروحون زايد بالدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشغلات اللي تأخذ من وقته بس ما يحصل شيء منه يعني خلي يكرس حياته ووقته يحسب حساب الوقت لأن الوقت كل جتميم إحنا جينا بوقت يعني ضايع ضاع يعني هاي الحروب أخذت من عندنا الحصار أخذ من عندنا ضاعت حياتنا بس ويالزمن اللي هو أصلا بالوقت ضاع هم لا هسه يعني غير شيء كل شيء متاح لهم يعني الجامعات موجودة مع جبير وحكومياك وأهلية مع جبير الأهلية والحكومة يقدر يسافر برا يكمل يعني هاي هي شغلة نسبية طبعا أقول لك لكن يعني نصيحتي للشباب أنهم يكرسون يخلون وقتهم يعني يحسبون الوقت يخلون ثمن للوقت ويستغل بأشياء نافعة مفيدة بحيث تنمن أقول لي أنت من تتخرج أبني لازم هاي السفرصة أنه أنا موجودة دعا درسي إذا ما تتخرج وأنت ممسوي شيء أقر على نفسك السلام لأنه أنت مراح تحصل شيء بعد حرص لازم يكون نحن كنا نسابق ستقاسي يمكن أن تجانت في محد الفنون جميلة كم مسرحية كم مسرحية كم مسرحية كم مسرحية كم مسرحية كم مسرحية هاي 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 الطوبة ما أخذ كل عقلها زياد يعني أنا محرومة من تلفزيون أي مكان نطلع هي رأسا تروح الطوبة وإذا ماكوا طوبة لازم يجون يجون بالفندق يطلعون بالفندق يطلعون هالكادر كله ويطلعون المحلي له والشرطة نعم الشرطة نعم ليش؟ ما معنا؟ أحب من أنا صغيرة شوفي الأشياء تبدي بالتأثر يعني أنا شت قريبة من خوالي وشت صغيرة كان خالد شبير شجع وبي بي تي الشجع رياضي من ذاك الوقت الله يرحمها شجع نادي الشرطة من كان اسم آليات الشرطة نعم فبدأ نادي الشرطة من أن نحب إلهم وكبر وياي واليوم نعم 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 راجعينهم مكملين بآخر فقرات فقرات بصمات لهذا الأسبوع مع الفنانة الجميلة آسيا كمال سيد آسيا لدينا فقرة و راح يحضروا لنا صور بالكونترول تختارين صورة و وليش تختاري هذه الصورة بالتحديد for a Bir validate شونا محاضريننا ديالة من بغداد الأقرب بغداد صح ديالة يعني ولادة بابا ومدينتنا الأصلية مندلي بس أنا يعني ولدت ببغداد وعشت ببغداد وذكرياتي وحياتي ودراستي وطفولتي وكبري ونشأت كل شيء كل شيء ببغداد زين شلون شوية اللغة الكردية شوفي يعني لحد ما بابا توفى الله يرحمه الله يرحمه وبي بي تي داية داية هي إن شاءت ما تعرف عربي فإحنا نقبار آني وثائر شنا نحكي كردي وياه تماماً ما تعرف عربي إذا حتشت عربي تحكي بكسر وستمرنا بس من توفى بابا 2008 ما بقى أحد يحكي ويانا يعني أنا أفتهم تماماً وأحكي 50% يعني فمرات أقلب على القناة ما الكردفيلية حتى أسترجع ما أنسى بس تفهمين هي 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 نجدنا الكردفيلية تماماً أفتهم الأولاد ما يحكيون؟ لا أبداً ولا يفهمون لما تحكيين بال لا لا يفهمون يعني حتى أخواتي يفهمون بس هم لم يحكيون مثلنا أنا أفتهم أن نحكي تماماً من نوية داية بس بعدها توفى أبوي ما أخذت دور بالدراما أو شيء بلغة كرتية مصادف 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 نعم نفهم ناخد الصورة الثانية المسرح أم التلفزيون؟ نعم المسرح أنا بنت المسرح أنا ربيت يعني نشأتي مسرح بدايتي مسرح دراستي مسرح مشواري بالمسرح القومي يعني فرق القومي التمثيل أروا أكثر من أربعين سنة يعني هو المسرح سواني أول مسرحية مثلتيها تذكريها؟ أي طبعاً مسرحية تقلقامش تقلقامش ومعلمي وأستاذي الراحل سامي عبد الحميد بأي عمر؟ كنت ناجحة الرابع دالي يعني ستة عسلة تقريباً وكان عندما جاميع من المأهد والكلية وماما كانت ذاكية موظفة بالسلام والمسرح ما كيره فهي طلبت مننا قلت لابنتي تحب التمثيل وعدها موهبة وتريد يعني أريدك تجيبها للمسرح هي هاي ويا المجامي حتى تتعلم وفعلاً جابني ويا المجامي تجربة أكثر من رائعة طيب أقوى مشهد قدمتي على خشبة المسرح شنو كانت تذكري؟ أقوى مشهد مسرحية نساء في الحرب أستاذ المعلم من جواد الأسدي الكبير فعذا اشتغلناها أنا والدكتورة شذا والدكتورة سوها يعني عمل فتشي بالنسبة إلي في مسيرتي المسرحية يعني محطة وانتقالة مهمة يعني بالنسبة للكاركتر بالنسبة للأداء بالنسبة للعطاء بالنسبة للغة كثير كثير علمني الدكتور جواد الأسدي يشتغل في منطقة الممثل تعلمت الكثير منه وفي بداياتي تعلمت من أساثتي طبعاً أستاذ قاسم حمد الكبير علمني كيف أقف على المسرح وأستاذ سامي كل المخرجين الكبار أيهما أصعب المسرح أم التلفزيون؟ لا المسرح إلى الآن تحسي أصعب؟ رهبة المسرح رهبة يعني خوف لذيذ هذه اللحظات الأولى على اطلاء الخشبة أكبر ممثل مسرح يلازم يمر بها ويعانيها هذه لحظة مواجهة الجمهور يعني بالتلفزيون ممكن إذا غلطتي أو نسيتي ستوب إعادة لكن على المسرح الخطأ غير مغفور أنت والجمهور وأقول لش أقول لش أخوف لذيذ الجميل بي أنه نجاحك وعدم نجاحك تستقبلي باللحظة من الجمهور من حرارة التصفيق رد الفعل مباشر من حرارة التصفيق تعرفين إذا كنت جيدة يعني مثل جيد أو غير جيد لحظات جميلة يعني المسرح متأة 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 يعني تنصرخين من الواقع الانتبين تتجردين تنسين يعني تحيشين لحظات خارج عن آلمتك وحياتك تتجردين تماما وصرين ملك هذا العرض وهذه الخشبة الدراما ممكن ننتين مشهة ترحين تقعدين تشربين شاي ترجعين الحياتك تذكرين سوي التليفون هذا أزل تام عن كل شي كل شي لهذا العرض المسرحي طيب صورة أخرى أيضا نشوفها أيهما تفضلين الفن أم المنصب الإداري لا الفن أولا وأخيرا مهما كان مكانت المنصب الإداري فليكن منصب الإداري مع استمراري بالفن لكن إذا منعني لا يعني مثلا أنا أبنكي بالفنانين هذا المنصب هو خدمة الفنان يعني إذن العملية مشتركة صح ولا لا يعني أكو روابط يعني يتقاطع بشي لا بالعكس طبعا أكيد الفن أولا تطمحين تصيرين نقي فنانين؟ لا لا؟ لا لأنه دكتور جبار جودي كفا وفا كفا وفا يعني تطمحين أن تكونين مكان أحد إذا فشل في إدارة مكانه لكن هو نجحه بإمتياز فكرا وإداريا وقلبا وقالبا وأنا سنده ودعمه إليه طيب شون يتميز إذا سألت تميز نقيب الفنانين جبار جودي الأستاذ الكبير عن بقية أو الفترات السابقة بالنقابة؟ الإنجازات اللي صارت أو يعني إحنا من استلمنا النقابة يعني إحنا قبل ما نفوز بالدورة الأولى يعني مع أعتزازي بالأساتذ اللي كانوا بالنقابة ما كان إلها كيان يعني مؤثر لا بالوسط الفني ولا بالوسط الحكومي ما كان إلها يعني مهم نشا؟ هي مهمش نفسها مو مهمش الحقيقي كان ممكن تسعى فيها أسامي كبيرة يعني مقر ما كان فيه مقر نجتمع به الآن كيان كبير وبيت للفنانين ويعني إنجازات مشاريع قوانين إن شاء الله قريبا ستعلن تسعد الفنان بتحسين يعني صارت أكو هيبة للنقابة وين ما يروح الدكتور جبار جودي ونروح ويا يعني أكو دعم أكو استجابة طيب تحياتنا أستاذ جبار كان إلي مكان أيضا وبصمة ببصمات ناخد آخر صورة نشوف شون محضريننا الدراما سابقا والدراما الحالية الدراما سابقا كانت مقتصرة يعني على تلفزيون العراق بعدين إجي تلفزيون الشباب فكانت الأعمال على قد الأصابع يعني السنة أمليين وكان أسبوعي العرض الآن يعني من بعد السقط أصبحت فضائيات كثيرة أصبحت الأعمال كثيرة ما بالتنافس صار كبير لأنه الكم يولي الدول ما أني أنتهيت أسألش قبل فترة الاحتلال إلى الآن جودة الدراما أفضل الآن من السابق؟ أنا ما أقيس هالشكل الرسالة بالعمل الدرامي الفكرة في كل وقت وزمان تقدرين تقدمين جودة وتقدمين رسالة ما العلاقة للزمان ولا كل شيء أنا هذا بتصوري ليش بعد السقوط بعد احتلال يعني طلعت أعمال رسينا وطلعت أعمال رزنا وبيها رسالة وبيها فكر ويعني هذه وجهة نظري آني أكو ناس يعني أكو جهات تريد تنتج أعمال بيها رسالة أكو ناس تريد تنتج أعمال فقط للربح وتجارية طيب المنافسة بالأعمال الدرامية تشوفين قبل أكثر ولا الآن؟ لا الآن منافسة ما قلتش الكم يولدنه يعني الآن أعمال كثيرة يعني مثل نسج يعني إحنا العام مشتغلنا عمل لليو تي في انتقام روح عمل بي رسالة كبيرة على الصفقات والرشاوي واللي دي يصير هاذا رسالة ولا لا؟ رسالة توصل للمشاهد إذن إحنا ردنا نقول شيء وقلنا الفضائيات الرسالية دائماً من أعمالها تقدم رسالة الجمهور مو خالية فقط لحشو زمن عرض طيب نشوف جزء من الأعمال حضرتك سيد آسيام أيضاً محضرينيها بالكنترول لا تقولي شيء أنا طمنت مفتح حثمي بكلمة وحدة كل الناس يحبوا يعيني الله يهني تشجمنا هسه شلون؟ انتظروا التليفون من أبو لمعي أما أبو لمعي خاتون هذا أبو لمعي مثل الدرام عنده وجه نحنا دواحد عنده وجه واحد نلعب وياه بسيطة بسيطة انتظروا تليفون قابل أبطل الفرقة هسه؟ أكو عقود والتزامات وأنتو متردون خسارتي مو الشكل؟ خالة هذا دوحي إيه دوحي؟ جاب الدوة و جاب حلويات أنا كزينت رسالة زوجي وبثلت عرفت بالمستشفى على النبيب ساعدني هوايا هذا واجب يا دانفريدة أشكر اختمامك الكبير بعلاوي تطميني بدانفريدة ابنت علاوي إن شاء الله سيبك كل الخير مواني كلش مطمين بنسب الخير إن شاء الله إن شاء الله فقط أندي مشكلة وحدة الدم لا تحجي هذا الحجي أي حجي ممكن توديك بيبية الدنيا مو خوش دنيا والوقت مو خوش وقت هس الأخ مصلط على أخه الغريب شلون؟ استر على حياتك يا أبني موان فؤاد أي شي ما يغير نفسيتي أعمال جميلة شو تحسين من اللي شفناهم أقرب شي لشو؟ هذه العمليين آخر عمليين اللي شفناهم لا مو مو آخر عمليين يعني هاي العمليين عرضتوها أي آخر عمليين عرضتوها مو الحياتي لا 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 أي هي راسقية والقبلها رباب وأيضاً يعني حقيقة العام كان انتقام روح من الأعمال الجد الأعتز بيها يعني كانت المخرج الكبير إبراهيم فخر من مصر ونتاج اليو تي بي طبعاً هي والمنتج النفذ كان أستاذ نبيل عمل احترافية حسة بكل شي بكل شي والشخصية كانت جداً جميلة والعمل هو بشكل عام تحسي عمل وزن جميل بفكر برسالة مؤثرين كل أدوا باحترافية حتى عندنا وجوه شابة يخابلون شاناً هذا آخر عمل انتقام روح هذا أي سنة الماضية سلون كانت التعامل مع مخرج عربي أضاف شي للعمل؟ أضاف لكم كيف الناد؟ حواية الحقيقة حواية الساد إبراهيم يشتغل في منطقة الممثل يعني ما يقول ستوب أو ما يعبر مشهد إذا مماخذ يريد من الممثل له هسه مليوني عادة وملاحظاتها في مكان بالضبط يعني من رطيني ملاحظة قد تفوتني يعني أدي المشهد يعني ممعصوم من الخطأ قد تكون هاي الحالة أشتغل بحالة آني وحالة أفضل آلية أفضل بالأداة ممكن هو ما تعبر منه يجي شاور مين أبيني أقول له صح يعني لو معروض كان ممكن تندمت أقول له له هاي الألية مشتغلة بس هو لا يجي وبشكل لطيف ومهدب جداً ومهدب يشاور يعني ما يترك الممثل أنه خلاص صار المشهد أو ما يعبر مشهد ويفوت أطلاقاً أطلاقاً الكل استفادوا من السادة إبراحيم قاطبتهم جميل نتمشى شوية شنو رأيتش بالموسيقى بالحياة تحبين موسيقى دو استرخام إيها يا حبت هذا ما أحب الصخة بحياتي أموًا يعني أحب الهدوء أحب السكينة يعني حتى بالبيت التلفزيون ناصي لازم إلا بمباراة كثير قدم أعلي حتى أسمع حماس هذا زين استاذ باس اللي أحب الموسيقى جداً أكثر مني جداً هم كلاس كلاسك يسمع أي وأحب الجاز جداً أنا أحب البيانو حادي لعبة جداً يتشي ريلاكس كل شي أحب البيانو أغنيتي بأحد الأدوار أي مصرحية المحلة المحلة قديماً من الثمانينات كانت ألحان الأغنية كانت ألحان جعفر الخفاف كبير طبعاً تحياتي إليه حتى قلي بوكت هان توني بالوسط سعلي سبع 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 قلي ليش ما أسوي ليش أغنية تغني قلت لهم معني دون بسمة إيش تذكريني إيش تذكريني شفتشي المسرحية تسمعها تذكر ما تذكرين كلمات استحيل ما تذكرين بالعادة؟ تسمعين عراقي قديم فلكلور مطربين جديدين لا أشوفي يعني من جيلنا أنا أحب محمد عبد الجبار شبابي يعني من أنا بالمتوسطة وفوق أسمع أم كثوم عبد الوهاب نجاة فائزة أحمد ياس خضر وفيروس هذه من الوالد والوالدة صرت تسمعين هذول المطربين الكيم عموالي قتل الطعام بالبيت البيت يعلمش على التذوق شنو متفكين عينش على شنو تتواجين في هالشكل بحث أنا بعض الأجيال اللي بعمر ابني ما يعرفون ذو المطربين أنا أولاد يعرفوهم لماذا يعرفوهم لأنني أسمعهم بالبيت شافوا بالبيت فتتوارثة الأشياء أي ثقيقة أسمع شيرين أحبها جدا أحساس 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 جدا جدا أحب شيرين شون شوية شطرنج شنت ألعب في السابق في السابق في حياة بابا الله يرحمك الله يرحمك أحساس لأنني قاعدني لعبني شطرنج من ضمن الأشياء الإجبارية الإلزامية أحساس أقولي بابا هذا يعلم الصبر وشغل الدكائج لعبة الملوك أي لعبة الملوك أجمل بغداد شنو الشي بغداد جميلة كنا من تفقيد شنو الشي اللي مو جميل تطمحين أنه تغيري أو تجملي ببغداد النظافة والعمران والبناء السباديا مرحلة ممتازة من العمران ممتازة وإن شاء الله تستمر يا ربي زين هذا نرجع على نقطة النظافة هذه تؤتمد على احنا أهل البلد أهل المدينة كنا 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 من أصغر واحد الأكبر واحد يعني مسؤولية يعني هو مسؤولية أمينة بغداد لا لا موحدها من البيت للشارع لأكبر مكان كنا رأس من تكون متكادفية حتى نوصل المبتغانة تبقى نظيفة طبعا كيد بدل ما نرمي شي من شباك السيارة خلي كيس بالسيارة نوصل البيت ندبه سلة المهم بلادي مو صعب هي يعني التغيير يبدأ من الداخل من نفسك مو صعب نصيحة للشباب اليوم من ياجه بالعموم أي شي تشوفي أنت مجال تريدين تنصحين به شباب تحيسين يفتقرون لهاي أنصح المجالي الشباب وشعبات أنه لا يستسهلون هاي المهنة لا يستسهلون التمثيل أنصح الشعبات لا يفكرون بالشكل والجمال بقدر ما يفكرون بالشخصية وماهيتها يعني لا تباعون على وجهكم بالكاميرا باعوا على دواخلكم شون رح تشتغلون هاي الشخصية هذا أهم المشاهد يشوف الوجه مرة مرتين ثلاثة يتشبع لكن يبدي راقب الأداء الأداء مهم دراسة الشخصية مهم يعني لا أفكر أخاف أضحك هيته محل وأطلع أبتي هيته محل وأطلع يشتغلي من الداخل ما يخرج من القلب يصل للقلب باشرة إن شاء الله يكون هون شبابنا سمعوا وأخذوا أو يأخذون بالمستقبل بهذه النصيحة ألبون بصمة لا تحتاج بصمتش ويانا بها الأسبوع أي سطر ممكن سطر ممكن كم سطر ممكن جملة تكتبين إياها شون حسيتي بهذا الفترة بهذا الوقت بالبرنامج بعدين توقعين تاريخ وإسمت وبصمة هواية هي أشياء آخر شي تقريني حتى يبقى ذكرى كلنا نترك شيئاً ولحظة من حياتنا منا وهذه اللحظات تكون كتاب ذكرياتنا وهي بصماتي ولأنني اليوم هنا بينكم فقد تركتم بصمة في كتاب ذكرياتي شكراً لأنكم جعلتموني أسترجع لحظات من كتاب ذكرياتي خلص الوقت بسرعة ومرت الدقائق كانت جميلة مع شقراء الشاشة وشمس للدراما العراقية مثل ما أشرنا ببداية البرنامج كانت حلقة ممتعة نتمنى تكونوا استمتعتوا ويانا ببصمات لهذا الأسبوع شكراً لحسن المتابعة ونلتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله شكراً لحسن المتابعة نتمنى ترجمة نانسي قنقر شكراً لحسن المتابعة محتضة قريطة شكراً لحسن المتابعة